السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب صف الثالث متوسط لمدرسة الأكنان الأهلية اليوم عندنا قانون فيزياء سسرة دروس الفيزياء عندنا قانون عدد الألكترونات قانون عدد الألكترونات شو يقول يقول عدد الألكترونات اللي هو أن يساوي Q اللي هي الشحنة على E اللي هي شحنة الألكترون تمام عندنا الآن اللي هو عدد الألكترونات Q الشحنة اللي هي شحنة الألكترون اللي مقدارها ثابت 1.6 في 10 والسالب 19 كولوم ويلطيكيها بالوزارة وإذا ما نطاكيها فإنت حافظها الآن نفس ما قلت لكم عدد الألكترونات وكل عدد هو خالي من الوحدات Q شحنة الجسم ووحدة قياسها هي الكولوم يعني إذا نطاكيها مايكرو أو نانو أو بيكو ولازم نتحولها و E هي شحنة الألكترون ومقدارها 1.6 في 10 والسالب 19 كولوم قدنا سؤال واحد عليه وراح نتحول للمجال التهربائي شي يقول يقول عنده فقدان شحنة مقدارها فقدان شحنة يعني هذا شنطاك بالكولوم يعني شنطاك يعني مقدار الشحنة إذن Q اش تساوينا تساوي 1.6 في 10 أسالب 9 كولوم يقول من جسم موصل مع زول متعادل الشحنة كم هو عدد الألكترونات كم هو شنو عدد الألكترونات يعني منطينا 1.6 في 10 أسالب 19 كولوم تمام إذن هس المطلوب هو أنه ما عدتكم بالكتاب بس هذا السؤال على هذا الموضوع تمام فش نقول نقول شحنة الجسم 1.6 في 10 أسالب 9 تمام على شحنة الألكترون أيضا 1.6 في 10 أسالب 19 أوكي زين 1.6 ويا 1.6 راحت إحنا قلنا 10 أسالب 19 نساعدها في فوق فراح يصير الأن يساوي 10 أسالب 9 10 أسالب 19 لما يساعد شي صير يصير موجب يعني يصير في 10 أس 19 شنو موجب موجب 19 تمام الآن اللي هو عدد الألكترونات يساوي الأساسات مش شاب هنأخذ واحد عند الظرف تجمع الأسس سالب 9 موجب 19 موجب 10 إذن قد طلع 10 أس 10 هو هذا عدد الألكترونات مهم السنة هذا السؤال كل شو مهم هذا السؤال لذلك ركزه عليه بسهولته لكن التركيز عليه مطلوب ممكن أنه يطلب من عندك الكيو يعني ينطيك عدد الألكترونات ويريد من عندك شحنة فقط هذا على واحد وستطين بطرفين يصير الكيو يساوي N في E تمام فممكن يطلب من عندك N وممكن يطلب من عندك الكيو إذا إجاب لك سؤال يعني بفكرة شوي خارج وهو بالحال سهل المجال الكهربائي E المجال الكهربائي شنو قانون المجال الكهربائي المجال الكهربائي E يساوي F على Q الشحنة الاختبارية تمام المجال الكهربائي قوة المؤثرة على شحنة اعتبارية صح؟ هو تعريفة فالمجال الكهربائي لازم نحفظ قانون المجال الكهربائي يرمزول بالرمز E الـ F هي القوة والـ Q هي الشحنة تمام فالـ E يساوي F على Q تعال الساد شونا نطلع شحنة E لمجال الكهربائي بيش تقاس القوة بالنيوتن بيش تقاس الشحنة بالكولوم إذن E الوحدة مالتا بنيوتن على كولوم تمام هاي ما حاجة تحفظها مننا أطلح أوكي فهنا أيضا أنا شارح لكم إياه قايل لك E يساوي F على Q هذا الخط معناه شحنة اختبارية المجال الكهربائي هو يقاس بنيوتن على كولوم F هو القوة الكهربائية وحدة قياسها نيوتن و Q هي الشحنة الاختبارية وحدة قياسها هي الكولوم أول سؤال عندنا يقول شحنة كهربائية نقطية شحنة كهربائية نقطية موجة بشقد مقدارها هاي أكتب Q تساوي ضمن المعطيات 2 في 10 السالب 9 كولوم يقول وضعت عنده نقطة في مجال كهربائي يعني ذكر بالسؤال أنه عندي مجال كهربائي فتأثرت بقوة مقدارها تأثرت بقوة F يساوي 4 في 10 السالب 6 نيوتن أوكي فتأثرت بقوة ما مقدار المجال الكهربائي شقد مقدار E يريده شقد مقدار المجال الكهربائي اللي هو E شنو هنا عندي مجهول انتبهوا ليدي أنا ش عندي المجال الكهربائي E يساوي قانونة أنا حافظة شي يريد من عندك ما دام منطعك مجال كهربائي أو طلب من عندك مجال كهربائي استخدم هذا القانون E يساوي F على Q F على Q سواء طلب من عندك القوة سواء طلب عندك من Q تضرب بساطين الطرف هنا منطلح سهلات ما بيهش تمام E يساوي F على Q هو هستش مطلب من عندي المجال الكهربائي راح أقول E يساوي إشقد مقدار F 4 في 10 والسالب 6 على مقدار Q 2 في 10 والسالب 9 زين E يساوي 4 على 2 بيها 2 10 والسالب 9 ساعدها فوق شا الصير صير 10 موجب 9 فصير هاي في 10 والسالب 6 في 10 والس 9 تمام تمام نجي E يساوي 2 في 10 عند الضرب شصير بالأسوس تجمع سالب 6 موجب 9 3 بيش توقاس E ما أدوخ F بيش توقاس نيوتن على Q بيش توقاس كولون خلاص هذا أيضا من المواضيع المهمة نجي نحل السؤال اللي وراه زين نجي نكمل السؤال اللي وراه حتى نختم به هذا الفصل إن شاء الله ونبلش لكم المحاضرة جاي بالفصل الثالث المسالة يقول أيضا شحنة كهربائية مقدارها 2 في 10 والسالب 9 هو نفس السؤال بس قلب المعطيات Q شحنة Q يساوي طبعا بين خارجيات ممكن هنضمن المادة بس تطور معلوماتك 2 في 10 والسالب 9 كولون وضعك عنده نقطة P في المجال الكهربائي وكان مقدار المجال الكهربائي هس منطيني شنو منطيني المجال الكهربائي 2 في 10 الستلاثة نيوتن على كولون منطيني مقدار المجال الكهربائي احسب مقدار القوة الكهربائية المؤثرة يريد مقدار القوة الكهربائية تمام يريد مقدار القوة الكهربائية انتبهوا ليدي انا قلت لك اذا انطاك مجال الكهربائي او طلب من عندك روح استخدمي لهذا القانون ونقول E يساوي F على Q واكتب لي المعطيات وكتب لي المعطيات ايه هذا فيه 2 فيه 10 نتحول على مسائل الفصل الثالث وربط المقام والتيار الكهربائي والربط بالمحاضرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة